نشرة الأخبار لمولع من خضور أبو شمعة أهلا بكم السيد حسان يحلف على المصحف الشريف أنه ما نزل عبيت أبو يائر ولا سرق الدهبة وأنه ما هو اللي ضرب الصاروخ عمشد الشمس ولاقلو خبر بالقصة كلها وإسرائيل ترد قرد هالحاكي حكي بالفرع ولا؟ خبير اقتصادي يحذر من استيراد الأغنام من بنزويلا قال شو؟ لما في ذلك من خطر على الدورة الحيواني قرد نحن الثروة البشري فرمناها فرم عن ناعي رح نتشردق بالحيواني وعينيه بعد استهداف مجد الشمس السوري المحتلة السيد الأسد في حيرة من أمره بين إدانة الهجوم القرهابي على اعتبار أنه القتلى سوريين والأرض سوري وبين مباركة الهجوم على اعتبار أنه معاه الجنسي إسرائيلي والجولان محتل وقد نصحه بعد الحكماء بالزهاب إلى أبو طاقة لحتى يثبت عزرية أصلي ليختار الاختيار الصحيح مزاد علني لبيع السيارات المتروكة والمصادرة في صارت الجلائي ومدينة دمشق طبعا عايزي المشاهد إذا ما بتعرف الفرق بين السيارات المصادرة والمتروكة نحن نشرح لها شرح بسيط الشعب السوري قسمين قسم هجرنا وقسم قتلنا وهدول الاثنين ضلت سياراتهم بالطريق جينا نحن وقشيناها باعتبارها متروكة واخدناها كلياتها ولت لعلى صاحب إطالة فيها صادرناها منه كما وزارة الثقافة تمنح الفنان أسعد فضة جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون ومبلغ قدره ستة ملايين ليرسورية وخالد العفارنا يعلق الله يرحم إيامك يا عامر الدباس ولت لعلى صاحب إطالة فيها صادرناها منه كما وزارة الثقافة تمنح الفنان أسعد فضة جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون ومبلغ قدره ستة ملايين ليرسورية